درنا، المدينة المنكوبة التي محتها مياه الفيضانات لم يصبح فيها شيء على طبيعته فالجسور منهارة والطرق مقطوعة والبنايات مهدمة وضحايا تحت الأنقاض الناجون من أسوأ كارثة طبيعية حدثت في تاريخ البلاد الحديث ما زالوا يبحثون عن جثامين ذويهم بعد كارثة السيول والفيضانات فيما تتوقع منظمات إنسانية ومنها الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة الضحايا إلى آلاف الوفيات والمفقودين بينما يهرع المتطوعون من كل منطقة في ليبيا لدعم جهود الإنقاذ يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه البرلمان الليبي بإجراء تحقيق فيما إذا كان الفشل البشري هو المسؤول عن آلاف الوفيات أم هناك أسباب أخرى حاصر الموت الجميع في المدينة الهادئة وجرفت مناطق وأحياء بأكملها خلال ساعات ووصف الناجون من الكارثة أن ما حدث مثل الطوفان العظيم فالكارثة التي أصابت مدينة درنة لا يمكن أحدا نسيانها لشدة قسوتها وكارثيتها